المماراة اللي فات مباراة مازين بي اتحدثت بشكل رائع جدا عن إمام عشور النهاردة هتحدث بشكل رائع جدا بعض عشور وفراده هتقولي جدا جدا انت هتقولي جدا بس جدا جدا إماما لعيب مختلف واحنا بنحاول دي له جزء من حق وجزء ما يهو قدمه لأنه دائما مندور على المواحد دائما مندور على اللعيبة المختلفة لتعمل الفرق دائما اللعيبة دي هي اللي تسوي فلوس دائما اللعيبة دي لما بتدفع فيها فلوس إنتك كسبان مش إنت الخسران لما تيجي تتكلم على إمام عشور ما أثنين عليه على أمام وما أثنين على أمام خلال مباراة مازين بي كان يستحقه في سياقه النهاردة أدوار مختلفة تماما وشكل مختلف تماما وقف هنا من أول الباسبت علي وقف هنا من أول الباسبت علي وهنا بص الكرة طبيعي إن إمام راجع عشان يعمل الدور الدفاعي خرج من الكدر ووقف أول ما يظهر إمام في الكدر ماشي عالي معلول بس وقف هنا الطبيعة يا كريم طول الوقت في وجود إمام عشور جبهة الأهلي الشمال ديناميكية غير طبيعية شوية إمام هو اللي بدخل وينجر شوية إمام هو اللي بدخل في النص شوية إمام هو اللي بينزل تحت عشان يعمل الدور الدفاعي بص هنا كمل بها وهناقف عند تفصيلها مهمة جدا الكرة دلوقتي مع حسين ابتدى إمام يعمل الرن لإن فيه مساحة فين في المسافة اللي ما بين الرايت باك وما بين قلب الدفاع طيب لقى إن حسين وقف ما لعب هلوش لا لا يرجع 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 تاني معلش إرجع يرجع كمان 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 لحد ولا ك aqueles بس بس طفل مشي في رايت بحل كمان دي اللي قدام في رايتced كمان بس 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 بصت إمام وره ويعمل اسكان هو أحسن العيف في مصر بشوف بدماغه pulseو براسه من وره بشوف كل الاتجاهات السكان planning بتاع إمام عشور هو راس ماله الأساسي هاني بصت امام انه لقى انه مكانه فضي تاني وسحبته للاثنين اللي لعبتها لإسماعيلي طبعاً الوعي التكريك أقلب كتير كمل وقف هنا كمان وقف هنا كمان بص هنا يا كريم برود متناهي لعيب واصق تماماً تماماً في قدراته لقى انه لو شاطها بالشكل ده مليون في المئة تخبط في لعيب الإسماعيلي وقف عليها وعمل انت من الناس اللي بتلعب بلاستيشن يا كريم من الناس اللي بتلعب بلاستيشن كتير جامل جداً اه في حاجة كده في حاجة بلاستيشن بعد ما تشوت بتروح مكانسل الشوت ايوه ارجع بقى دي فتعمل ترئيس ايه ارجع دي بس قمشي واحدة واحدة ارجع واحدة سدق حلوة منك اهي وص احراجع تاني خلاص لعيب الإسماعيلي اوت هو طلع لعيب الإسماعيلي بلاستيشن هو بلعب بلاستيشن مربع فيكس ايوه هي مربع فيكس هي دي رأي عامل دي ورأي حاطط التانية بالنسبة لي جوم في حاجات كتير قوي 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 ثقة وسكانينج ومهارة وحركة وتوقيت وضبط ودقة وترئيسة وبعدين التصويبة بالنسبة لي جوم في مهارات كتير قوي في لعيب مش موجود منه في الاهلي وانا باقول نفس الجملة مارس الكولر دايما نفسه في اتنين امام عشور جوه الاهلي في الوقت اتنين في حتة تانية خلاص